أهلا بكم في جولة صحفية جديدة نقدمها لكم من شوف تيفي ونستهلها بيومية أخبار اليوم حاجة عنوى وتقول شباطيس تعجل لقاء الملك بعد أن طال انتظارها الأمين العام لحزب الاستقلال من الداخل يقول بلا شك سألتقي الملك الأسبوع المقبل تفاصيل هذا الخبر تقرؤونها في الصفحة الأولى من يومية أخبار اليوم بالاتحاد الاشتراكي تقرؤون أكثر من 26 ألف طفل مغتصب سنويا في المغرب وأنوار تتهم الحقاوي بتغماض العينين حيث أكدت نجات أنوار رئيسة جمعية متقش ولدي أن الأرقام المتعلقة باغتصاب الأطفال في المغرب مرعبة وفي تزايد مطرد وكانت أنوار أعلنت باسم جمعية متقش ولدي أن حوالي 26 ألف طفل في المغرب أي ما يعادل 71 ضحية يوميا يطلوها هذا الفعل الذي يخلف أثار نفسية عميقة تفاصيل هذا الخبر وأخبار أخرى تقرؤونها بيومية الاتحاد الاشتراكي ونتحول إلى يومية الأخبار حيث تقول محاكمة بنت القولونيلة بتهمة النصب على فتيات من عائلات مراكشية ميسورة تنكرت في هيئة رجل ووعدت فتيات بالزواج واستولت على أموالهم تتمت هذا الخبر تقرؤونها في الصفحة الخامسة من يومية الأخبار بيومية المساء تقرؤون الأمن يعتقل مغربيا بتهمة السطو المسلح على عشرة الأبنك بفرنسا حيث تباشر عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في دار البيضاء البحث في ملف مثير بطله مهاجر المغربي في فرنسا متهم بتنفيذ عشرة عملية السطو التي وصفت بالخطيرة والتي استهدفت شبابيك أوتوماتيكية لعدد كبير من أبنك فرنسا تفاصيل هذا الخبر تجدونها في صفحة ثانية من يومية المساء صيدلاني يتتهم عامل عنشق بالسمسارات خبر تقرؤونه بيومية أسباحة في عنوان فرعي تقرؤون فوضها على ثمن فيلا نيابة عن صاحبها قبل أن يهدمها الأخير ويجهز على مشروعها هذا الخبر وأخبار أخرى تقرؤونها بالصفحة الأولى من يومية الصباح في عنوان فرعي تقرؤون الذب تستمعت لرئيس النادي القنطري وتواصل التحقيق مع المشتبه فيهما حيث ظلم قر ولاية الأمن بابن ملال طيلة يوم الثلاثة الماضي قبلة الجماهير الرياضية الملالية وجمعيات المحبين والأنصار والمتتبعين الذين حضروا لمتابعة التحقيق ولو من خارج البناية الذي بشرته الشرطة القضائية بتعليمات من وكل الملك لدى ابتدائية بن ملال مع المشتبه في تورطهما في التلاعب في مباراة النادي القنطري دي الدرجة الملالي تفاصيل أكثر عن هذا الخبر تقرؤونه في الصفحة الأولى من يومية العلم وفي الأحداث المغربية تجدون تلاعبات في النتائج والعملة واختلالة مالية لم تصل إلى القضاء تجميد ملفات رياضية ساخنة لأسباب غامضة تفاصيل هذا الخبر تقرؤونها في الصفحة السادسة عشر من يومية الأحداث المغربية إلى هنا مشاهدنا نأتي إلى نهاية الجولة الصحفية لكم أطيب وأرق التحية من كل طاقم شوف تيفي تقني